منها أيضاً دعاء خروجك من المنزل فبعضنا أحباب ينسى عند الخروج أن يقول بسم الله آمنت بالله، توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ماذا يقول لك الملك؟ هديت ووقيت وكفيت محفوظ خلاص، ما أحب لا شيطان إنسي ولا شيطان جني قد حفظك الله فلا تنسين ذلك أيضاً أذكار الصباح والمساء مما يحفظ الله بها العبد وذلك بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس قبل بعد صلاة الفجر وقبل الغروب هو أفضل أوقات الذكر وكلما ازداد ذكرك كان ذلك زيادة في حفظك زيادة في حفظك وإذا بغيت تشوف مستوى حفظك انظر إلى مستوى صلاتك وأذكارك ترجمة نانسي قنقر